السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن نصلوا معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا عن الحاكم المصري نقولوا باللي اعتازل في وقت يعني وين ضربة موجعة نقولوا باللي ضربة موجعة يعني وينفاجأ ناس يعني وين ناس كانت تاكل عليه ناس كانوا ردين وراجل رغب انه هو مش راجل ومش شيء اربيد ما هو راجل ما هو اربيد جايح هذا الحاكم المصري نقول عليه بانه جايح دايوت الله دين يرمينيت تروح انت تعتازل على اعتازل على ما تقولوا ان هل هو الميراس لو كاي فيه سيمانة يا ولدي الكلب كو قلت لهم يا ولدينا يعني ما اعتازل اليوم يخرج في البارح في اذاعة مغربية يتكلم شو شا قال شا قال سمحونا بعد سحب ادارة مبارد بوركي نفاصو ونيجر من كزاز واسنادها للمصري للحاكم المصري يسرح اعتازلت التحكيم ورفضت تعييني ما حدث غير طبيعي وقال لي واني قالوا لي انني ساكسب مال وانا رفضت انت ترفض المال تكذب انت تكذب انت ديت دراهم ملعج لقجع باش ما تكذبش باش ما تحكمش باش ما تبديش عربيت انت ديت دراهم وانا مقول باللي اكتشوف على برك هذا الحاكم هو ليدان هذه المشكلة دروك وان رجالة تكلموا صعيه كملوا كملوا وين عرافة وين لعبها معتازل ماذا لعبها معتازل؟ دروك ناس كما نقولو حنا بوركي نفاصو ولا لقجع ولا مع بوركي نفاصو وين كانوا موجدين عربيت كانوا دائرين باللي هذا قد يعتازل اكتشوف كيفاش وين نظرك العمل اللي خدمناه يعني خدمناه راسلناه منه طعب 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 اكتشوف هذا وين تمالي بالليد اموال وانا نقولكم ونعودا لكم بوركي نفاصو رئيس الجمهورية لاما اتتهم عن كوليسه ويصبحوا على بعضنا عادة وما انا سلقوفون حسين جناد وما اتتهمى وماذا نصبح محله وماذا سلقوفونه وانا نصبحوا في القرباج إنتم اتتام حسين جناد وعاء حسين جناد وحسين جناد لماذا تدع أموال بالزيار؟ لماذا تستطيعها؟ لا تكذب نحن قلنا لك الوحيدة القربية يعني الاب ليشان تعبوا النافس ويستاهلوا الصفرة أعطيهم الصفرة ما قلنا لك أعطيهم الصفرة ولا أعطيهم الصفرة لا تكذب انتا مونتار وين أظهر الحاكم المصري جهاد هذا استياء واندهاش يعني من طارب وين جهاد حاولت يعني للجزائريين بعد الضغط يعني على الفيفا من أجل تغيير الحاكم الكاب لتغيير الحاكم مبارك بوركينافاس والنيجر باعتذاره عن إدارة مواجهة المقررة على أرضية الملعب مراكش يوم 12 نوفومب على الساعة الخامسة في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من تصويات إفريقية المؤهلة لكأس العالم قاطر وكما نقول لك دائما بعد الضغط أرضية أشياء ما هيهملنا وما أننا كنت تدخلوا البليد ترون كيفية تهمها كنت تدخلوا البليد وما أننا كنت تدخلوا البليد ترون كيفية تخدمها الشيئات تيبابار والله ما نطنقينكم وأنا على بال يشكل يديا دي خدمها أنت لا ربيد صديق هذاك الخاطب اللي يظلوا هنا في الهدى ويظلوا شي يتولوا يتحكم فيه الخاطب والخاطب يعني جاي مع الآخر جاي مع لقجة صديق لقجة الخاطب صديق لقجة والخاطب صديق لقجة والخاطب صديق هذا الحاكم لا دانيا المينيد بارح بارح أنا بنهار كان علي بالي بلي عتازل بصرح ما ديتهاش عيط لي واحد قال لي يودي قتلوا مكة ماهو توقيبارها محاضرين معهم كملينا مع أصيقوا لي غديدير قال لي يودي والله لوقي لا عتازل تعيط لي عيطوا لي قال يودي شو بي عتازل درتها باكسلتوا أنا لول درتها الناس اللي عينوا فيها قال لي قال لي بكس منها قال لي من هاري خردت هاري خردت لي كان يعير فيها أقول تعير أقول تعير حلن نجيبوكم الرسمي وانتم ما قدوا تعيروا فينا تبغوا أسيست تبغي حاجة تشوف أسيست ويجي واحد يكذب عليك يقولك أسيست بالمقلوب وين أدل الحاكم الذي اشتهر بقراراته مثيرة للجدل في ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا 2018 بين الويداد الرياضي والترجي التونسي تدرت سيليما انت للموموت أربيتريش تنلموموت أربيتريش انت للموموت قامت أربيتريش انت للموموت قامت كاشي سيليما ليدرتها بتصريح تلفزيوني مغربي وين قال فيها الاتعاد الدولي لكورة القدم أسند لإدارة مباراة بوركي نفاصو والنيجر في تصوية كعس العالم رغم اعتزالي وتبع مؤكد أنه لن يتراجع عن قراره بالاعتزال من مؤكد أنني لم أرسل بريد إلكتروني لنفسي لدعي هذا الأمر واعتذرت للفيفا عن عدم قبول التعيين ووصل رافضت إدارة مباراة لكنني لازلت أستغرب حدوث هذا الموقف هم يعلمون أنني اعتزلت التحكيم أتسأل من عابض من هذا من أرسل اسمي للكاف والفيفا ما حدث غير طبيعي تعير فينا يا حنا أردناك راجل يا تعير فينا سعقلنا لها عايرنا ما عليش أنا على بالي فيما نكتعير حنا كثير خير راخل أبو ريدا وراحسبك بالي راجل أنتا بشي راجل أنا على بالي شكل يهدر مع أبو ريدا وأبو ريدا كيفاش كيفاش بعثوا اسمك يعني وقالوا راح حاضر بدنيا وكلش ومازال وكلش وانترك تعاير فينا تعاير فينا عقلة لها عقلة لها عقلة لها والله ما تكالي بكم ديمون فしゃاشو لتبغي تعاونك بغي تعاون بروكereye دائما خلي بروك safestو حاولك انت بأن مجددا من على برك dage لا شيئ وكب지만 وهذا يالك تدخل فيها مع الخاطب الخاطب سهل أبو ريدا أبو ريدا الخاطب appreci برئيس اكتعاد المصري لكرة القدم كالب عليها رايس فق عليها بغي يكذبها وأبو ريدا مخلاش وانت ضروك من الحاج وجماعة مع أبو ريدا ومع هذا جاهد هذا جاهده هذه هذا جاهده ناربيت جاهده هذا يعني الخاطب الصادق تاعك والخاطب الصادق تعلق جع يعني تعاونتوا معصوب تعاونتوا حاجة كبيرة خالي بول كنا بصوت تربح الناس هيا ما عليش اروح اقول لك اروح تربح غير عيب بولك نفسه خليمي جو كرونك خوفي عنده ونشوفو خير لما تعطي بنته نشوفو خير لما تعطي بنته ارجع قلالي اما كتاه درك تشرك في فم وقود قولهم ان هي شكولي راسل قلهم ثم يعني ويراهي 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 قلهم من وشعمك حاجة كبيرة من مؤكد ان لي لم ارسل بارد الالكتروني لنفسي ادعي هذا الامر واعتذرت للفيفا عن عدم قبولي تعيين ووصل رافضت ادارة المباراة لكنني لا زلت استغرب حدوث هذا الموقف هم يعلمون انني اعتذلت تحكيم التسائل من الذي ارسل اسمي للكاف والفيفا ما حدث غير طبيعي او كوهدرتان على الأول ابنك خل انا تهدر فيها اليوم او كوهدرتان على الأول قلتش علىها قالوا لكم ما تهدر تتبقى ديك ثلثي يام ولا وهدر قالوا تتبقى ثلثي يام ولا وهدر قلتش وما كانوا مجدل ربيد هاي وانتغدد ديها ثم اختتم حديثها قائلا قاضيت خمسة وعشرين عام في التحكيم وقررت الاعتزال في يعني في عيش الماضي لا في وان لا اريد التراجع عن ذلك قيل لي انهم يريدون عودة للملاعب مقابل اموال سوف اتلقى بعد المباراة وان قالوا له زعنا قالوا له بعد المباراة معصوبة يهدر على 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 أبو ريدا معصوب أبو ريدا قالوا باللي مور البرتية غادي تدي أموال كبار مقابل يعني وان عودتي للملاعب مقابل مادي لكني لكن جهاد ليس الرجل الذي يحب الأموال بعد نقول لك من البعض ايه وابوار ارجع ابنك البرجا دي رايك خالي ارجع شكرا للملاعب شكرا للملاعب شكرا للملاعب